موسيقى ثم ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سنى القتل متفق عليه وهذا الحديث فيه خطورة كون الإنسان يسن في الناس سنة سية لأنه سيبوء بإثمها وإثم من يعمل بها إلى يوم القيامة لكونه تسبب في ظهور هذه السنة والسيئة وبروزها بين الناس وانتشارها بينهم فيكون له إثم كل عامل بذلك ومن أوضح الدلائل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أنه ليس من نفس تقتل ظلما أي على امتداد الزمان إلى يوم القيامة إلا كان على ابن آدم الأول الذي هو قابيل لما قتل أخاه هابيل كفل من دمها أي حظ ونصيب من دمها لأنه كان أول من سنة القتل فلكونه الأول في سنة القتل بين الناس أصبح كل قاتل يقتل آخر ظلما يبوء قابيل بكفل من دم المقتول أي ظلمه بالقتل بسبب كونه أول من سنة القتل فالحديث فيه شاهد على خطورة كون الإنسان والعياذ بالله يسن في الناس سنة سيئة ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه سميع قريب مجيب والله أعلم وصلى الله وسلم على العبد ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه كملينا الإمام الرحيم الله من بواكان حديث yang terakhir dari Ibn Mas'ud رضي الله تعالى عنه بواسنين نبي صلى الله عليه وسلم bersabda لَيْسَ مِن نَفْسٍ تُقْتَلْ ظُلْمَنْ تِدَالَا سَجِوَا 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 تَرْبُنُوا دَلَمْ كَأَدْنَا دِظَلِمِي إِلَّا كَنَا عَلَيْ بِنِ آدَمِ الْأَوَّلِ كِفْلُنْ مِنْ دَمِهَا kecuali atas anak Adam yang pertama mendapatkan bagian dari dosanya لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَوْتَلْ karena dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan hadis ini مُتَفَقُنْ عَلَيْهِ رِوَيْتِ إِمَا بُخَرِي dan إِمَا مُسْلِمْ para pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT hadis ini menunjukkan akan bahayanya orang yang mencontohkan sunnah yang sayiah mencontohkan perbuatan yang buruk apalagi sampai menyebarkan bid'ah di hadapan di kalangan masyarakat ya jika bid'ah tersebut atau sunnah yang buruk tersebut diikuti oleh masyarakat maka dia akan mendapatkan memikul dosa orang-orang yang mengikutinya sampai kapan sampai hari kiamat dan diantara dalil yang paling tegas akan hal ini yaitu hadis yang tadi kita bawakan bahawanya tidaklah satu jiwa pun yang dibunuh dalam keadaan dizolimi kecuali anak Adam yaitu Qabil yang telah membunuh Habil si Qabil ini juga akan mendapatkan menanggung dosa karena dialah yang pertama kali memberi contoh pembunuhan sehingga siapa saja yang mengikuti perbuatannya sampai hari kiamat ya maka dosa-dosanya juga akan dipikul oleh Qabil yang telah pertama kali memberi contoh pembunuhan terhadap saudaranya Habil terima kasih telah menonton